بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من منا لا يريد أن يكون في جنات تجري من تحتها الأنهار من منا لا يريد أن يختم له بالختام الطيب الصالح المبارك من منا لا يريد أن يكون مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم من منا لا يريد أن يحظى بهذا النعيم المقيم في الجنات كلنا هذا الرجل كلنا هذا الإنسان الذي يأمل الجنة الذي يبغي جنات تجري من تحتها الأنهار نسألك إياها يا الله يا رحيم يا غفار أحبة الأكارم تحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن الجنات ومن هذا الملمح القرآني يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نعم سيسأل سائل يقول يقول الله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين طولها لا إن الله تعالى حين يتحدث عن الجنة في القرآن يشوق النفوس عرضها السماوات والأرض فأين طولها لا ده هذا في مقام التشويق فقط لكنه كما في بعض الروايات أقل واحد في الجنة له مثل الدنيا عشر مرات نسأل الله هذا وأعلى من هذا اللهم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بل يقول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم تحدث عن أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل إن مولانا جل وعلا يقول في الحديث القدسي بهذا اللفظ أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالى إلى قول مولانا في أواخر سورة هود وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ في غير القرآن لو أن أحدا سيتكلم سيقول وأما الذين سيسعدون ففي الجنة وأما الذين يسعدون ففي الجنة إنما وأما الذين سعدوا ففي الجنة هذه إشارة إلى أنهم أصلا في سعادة هم في الدنيا أصلا سعداء بسعادة الطاعة بحلاوة القرب من الله أين أنت من هذه الروح أين نحن من هذه السعادة هذا ما استدعى أحد الصالحين أن يقول نحن في سعادة نحن في سعادة لو علمها غيرنا لحاربونا عليها أي سعادة هذه أيها الصالح أي سعادة هذه التي تتكلم عنها إنها سعادة المناجاة إنها سعادة القرب من الله وأما الذين سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك لهم ماذا؟ إلا ما شاء ربك لهم نعيما آخر غير نعيم الجنات وخبرني بالله جل وعلا أهنا هناك نعيم آخر يختلف عن نعيم الجنات؟ نعم إنه نعيم النظر إلى وجه مولانا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا وهو يطلع على أهل الجنة يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثق الموازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله بلى فيطلع الله عليهم فما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه مولانا سبحانه وتعالى قال ربنا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة لم يقل ناظرة وإنما أتى بهذا اللفظ الذي يدل على الفاعلية ناظرة إلى ربها ناظرة ما الذي جعلها مضيئة؟ ما الذي جعلها بهذا الجمال؟ أنها نظرت إلى وجه مولانا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا منهم يا الله يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله